طيب نروح للخبر التاني اللي معايا من الحساب الرسمي اللي مبتدأ على تويتر كتبوا صدمة في الاهلي محمد هاني يغيب ست اسابيع مصادر خاصة طبقا طبعا للزملاء في موقع مبتدأ بيقولين الفحصات الطبية اكدت ان محمد هاني يعني تعرض لاصابة بتمزق في العضلة الضمة ليتأكد غيابه عن القلع الحمراء لمدة حوالي ست اسابيع على المستوى الرسمي الكابتن سيد كان قال شد والاصابة لن تستغرق اكتر من حوالي 21 يوم ثلاث اسابيع امكانية لحقه مباراة الترجي ده هتوقف على البرنامج العلاجي خاصة في مباراة الاياب اللي هتكون في القاهرة لكن نتمنى بإذن الله محمد هاني يعود سريعا لصفوف النادي الاهل انا بتعامل مع المعلومة الرسمية ممكن البعض بيحاولي اكتهد لكن هنشوف خلال الفترة اللي جاي بإذنان نتمنى يكون قبل كده ان شاء الله ويكون موجود في لقاء الزهاب والاياب طيب نروح كمان للصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك كتبوا تشكيل اضطراري للاهل امام الترجي التونسي بسبب افشا وهاني هما بتكلموا من وجهة نظر فنية ان غياب محمد مجدي افشا بسبب جزع الكاحل والامامية بالنسبة لمحمد هاني ممكن تجبر بيت سموسيماني على اجراء تغييرات في التشكيلة الاساسية بتكلموا انه ممكن يدفع بيت سموسيماني باكرم توفيق او احمد رمضان بيكهم ممكن يدفع بناصر ماهر مكان محمد مجدي افشا النهاردة بنتكلم واحد ستة لسه فيه كلام كتير قبل يوم تساعتاشر وفيه متغييرات كتيرة مش عايز بقى الاحداث لكن بإذن الله ان شاء الله سقطنا في ربنا كبيرة ان شاء الله ان محمد مجدي افشا خلال فترة اللي جاية فترة لك تكون بسيطة ويلحق لقاء الزهاب مش مباراة العودة طيب لسه احنا موجودين مع حساب الوطن سبورت ونروح للحساب الرسمي على تويتر خبر عاجل عاجل هي فكرة عاجل دي بيبقى خبر رسمي يعني لكن عموما عمار حمدي يهدد قهربة بسبب قرار ادارة الاهلي الفترة الاخير انا بقرأ كتير قوي اخبار عن قهربة وللأسف بشوف ان البعض بيحاول يشوف الاخبار السلبية طب الخبر النهاردة بيخصوص قهربة ايه بقى بيته موسيماني بلغ لجنة التخطيط بقيادة المحسن صالح ان هو عايز يرجع عمار حمدي بعد نهاية الموسم وقاطع فترة الاعارة مع نادي الاتحاد السكندري طيب ايه علاقة عمار بقهربة تبقى اللي ما نشروا طبعا الزملاء في الوطن سبورت عمار حمدي بيلعب ناحية الجهة الشمال الجهة الشمال لو بنتكلم موجود فيها جونيور اشيه طاهر محمد طاهر محمود عبد المنقم في قهربة بيتكلموا لو عمار حمدي رجع بعد نهاية فترة الاعارة فيبع عندك وفرة في هذا المركز واربع لعيبة لكن هم سيبوا التلاتة ومسكوا فكرة قهربة وطبعا كل هذا الكلام يعني عاري تماما من الصحة لسه محدش شايف الرؤية الفنية الفترة الجاية بيتسو ممكن يفكر في مين من اللاعب الأجانب الفترة الجاية ممكن يتعاقد بعاه عمار حمدي لما ييجي ممكن بيتسو يوظفه في مركز تاني غير مركز كهربة وطاهر وجونيور اجايه جونيور اجايه ممكن يتوظف في مركز عشرة مكان افشل لو ملحيش مبارات الترجل التونسي ففي تفاصيل فنية كتير فبالتالي هذا الكلام يعني سابق لقوانه ولسه في كلام كتير في هذا الشأن الفترة الجاية طيب الحساب الرسمي للأهرام على تويتر نشروا نادي رين الفرنسي بيطلب ديانج مقابل خمسة ونص مليون دولار النادي الفرنسي قدم عرض مالي بهذا الرقم لشراء ديانج من الآلي والحساب الرسمي للأهرام بيقول لم يكن العرض الفرنسي هو الوحيد لطلقاء ديانج في عرض اخر من نادي جلتا سراي التركي وانا بقول لكم على المستوى الرسمي مفيش اي خطاب رسمي وصل للنادي الاهلي بخصوص اي لعب كلها كلام شفهي وكلام من الوكلة قالي ديانج مكمل في الاهلي مش عارف ليه بعد مطس نهرة بركان تلات اربعة برامج واربعض عرض فرنسي ديانج خلاص هيرحل مش فاهم ايه الاسباب كل اللعبها مكملة وديانج لسه مجدد وتعديل عقده عشان يستمرن مع الاهلي الفترة اللي جاية ولسه المشوار طويل طيب نبدأ مع بعض ونكمل الحساب الرسمي للاهرام على تويتر لسه مكملين مع بعض بنون يطير الى المغرب للانضمام لمنتخب المحليين حسان عموتة المدير الفن للمنتخب المحليين استغل عدم انضمام بنون للمنتخب الاول وضمه للمنتخب المحليين اللي بستعد لبطولة كأس العرب هنا في خلط عند الناس والناس فاكرة ان بنون عشان العيب محترف بيلعب خارج الدولة المصري فالطبيعي ان مايروحش للمنتخب المحليين الفكرة يا جماعة في الاساس لما بيجيلك استدعاء من اي اتحاد اهل اتحاد اهل خارج يعني اتحاد المغربي الاتحاد التونسي بيكون فكرة الاستدعاء في الاجندة الدولية يتواجد مع المنتخب الاوليمبي يتواجد مع منتخب المحليين يتواجد مع المنتخب الاول ده امر يرجع للمنتخب او للاتحاد المغربي من خلال تنصيق ما بين المديرين الفنيين فهو حاليا مستدعى من الاتحاد المغربي فالاهل بالتأكيد تبقى للاجندة لازم يرسل اللاعب في المواعيد الرسمية من 31.5 لـ 15.6 المغرب في الفترة دي هتلعب ايه او هتشارك في ايه ده امر يرجع لها فبالتالي وجوده مع الاتحاد المغربي ده بالتأكيد تبقى لللوايح قانونا جدا ممكن يكون موجود محسن عموتة في اول يومين في المعسكر وبعد كده يستدعي وحيد خليله زيتش ويلعب مباراته الديام على المنتخب الاول فما نتدرج تمسك الحتة دي وتقوله هو موجود مع المنتخب المحلي زيتلعب محترف بيلعب في النادي الاهل لكن لما بتيجي بقى على مبارات رسمية او بطولة رسمية هنا بيكون فيه الكلام اللي بتطبع هو لعب محترف خارج الدوري المغربي نروح مع بعض من الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك كتبه الاهل يغلق ملف التعاقد مع نجم سانداونز في المريكاتو الصيفي والكلام هنا على الأورجوياني جاستون سيرينو قصر الكلام على جاستون سيرينو سواء في الفترة السابقة او في فترة الحية لكن ماذا سيحدث سنتعرف على هذا خلال الفترة القادمة ومش هتكلم اكتر من كده في هذا الموضوع لانه قتل بحثا ولسه بدل على موضوع صفقات لانه اعتقد فيها مفاجآت وكل ما يذكر ويقال في البرامج والصحف بعيد تماما عما يحدث في الغرف المغلقة